موسيقى فينة تشهد مواجهات بين عدد من المجموعات العرقية المستشهر النمسوية يؤكد استمرار ترحيل بشفافية وعدالة الحزب الاشتراكي يؤكد أن صعود اليمين في أوروبا غير مقلق تقرير الاندماج يؤكد أن الجالية السورية في النمسا هي الأكثر نموا محامية يهودية تؤسس قائمة غزة لخوض الانتخابات في النمسا وفيينة تدعم الشركات الصغيرة في مجال الذكاء الاصطناعي مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النامسا ميديا لهذا اليوم شهدت فيينة على مدار ثلاثة أيام مواجهات عنيفة بين أفراد يعتقد أنهم ينتمون إلى عصابات من روسيا والشيشان وأفغانستان وسوريا باستخدام أسلحة متعددة بينها أسلحة نارية واندلعت المواجهات بين مجموعتين من الرجال في الحي العشرين خلال عطلة نهاية الأسبوع أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص بجروح خطيرة واعتقلت الشرطة الشيشاني بتهمة التورط في الحوادث ثم تبح هجوم آخر يوم السبت في نفس الحي ثم قام عدد من الملثمين بمهاجمة عدد من الأشخاص في محاطة ميدلينج للكطرات في الحي الثاني عشر نتج عنها عدة إصابات واستخدمت الشرطة مروحية في عمليات البحث وتم نقل المصابين إلى المستشفى أكد المستشار النمسوي قال نيهاما استمرار ترحيل مرفوضي اللجوء بشكل عادل وشفاف مشددا على الالتزام بالدستور والقوانين وفي جلسة البرلمان الأخيرة قبل العطلة الصيفية رد نيهاما بشكل موضوعي على الاستفسارات حول سياسات اللاجئين مؤكدا جدية الحكومة في التعامل مع هذه القضايا وضمان حقوق الأفراد والحفاظ على الأمن العام وتعرضت الجلسة لنقاشات حادة بين الأحزاب حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في النمسا حيث تم تبادل الانتقاضات والاتهامات بتراجع مستوى الرخاء وسياسات الحكومة أكد أندرياس بابلا رئيس الحجب الاسراكي اس بي او في النمسا أن حزبه يستعد بجدية للانتخابات البلمانية في التاسع والعشرين من سبتمبر رغم صعود الأحزاب اليمنية في أوروبا وأكد بابلا أن حزبه لن يتحالف مع حزب الحرية اليمني بسبب الصعوبات مع شخصية هابت كيكل رئيس الحزب وأشار إلى أن هناك تقارب الآراء داخل الاس بي او بفضل هانز بيتر توسكوسيل حاكم ولاية بروجنلاند مؤكدا استعداد الحزب لمواجهة التحديات القادمة بعد الفوز الضيق في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة كشفت سوزان راب وزيرة الاندماج في النمسا عن تقرير الاندماج للعام 2023 حيث وصل عدد الأشخاص من أصول المهجرة إلى حوالي مليونين فاصل خمسة واربعين مليون شخص ويمثل الرقم حوالي سبعة وعشرين فاصل اثنين بالمئة من إجمالي السكان بزيادة عن العام السابق واشار تراب إلى أن واحدة فاصل ثمانية مليون شخص منهم من الجيل الأول وستمائة وعشرين ألف شخص ولدوا في النمسا كما بلغ عدد الأجانب في النمسا حوالي واحدة فاصل ثمانية مليون في بداية عام 2024 بنسبة تسعة عشر فاصل سبعة من السكان وكانت النمسا النسبة الأكبر من ألمانيا ورومانيا فيما حل السوريون في المرتبة الثامنة بأكثر من خمسة وتسعين ألف شخص وكشف التقرير أن ثلثي اللاجئين لا يمكنهم الكراءة أو الكتابة بلغتهم الأم أعلنت المحامية النمساوية أسرد فاغنا من وصول يهودية ونشطاء آخرون في فينة عن تأسيس قائمة غزة لخوض الانتخابات المقبلة في 29 سبتمبر وتجمع القائمة ناشطين من تضامن فلسطين النمسا ومنظمات أخرى للمطالبة بحقوق الإنسان ووقف النزاعات وتهدف المشاركة في الانتخابات الوطنية النمساوية لتصليط الضوء على الوضع في غزة وإيقاف الدعم للحرب الإسرائيلية ولتأهل الانتخابات تحتاج القائمة إلى 2600 توقيع دعم بحلول نهاية يوليو الجاري أعلن صندوق دعم العمال في فينة باف عن تقديم حزمة تمويل تصل إلى 64000 يورو للشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير وابتكار مشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي AI وتعزيز التوظيف ووفقا لبيان ضف يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في الشركات الكبيرة مع تخصيص ما يصل إلى 59000 يورو للمشاريع الابتكارية و5000 يورو لتعزيز المساواة بين الجنسين حيث يبدأ التقديم من الآن ويستمر حتى 27 من أغسطس وتهدف هذه المبادرة إلى دمج الذكاء الاصطناعي بشكل فعال في اقتصاد فينة مع تحسين مواقع العمل وزيادة القيمة المضافة للشركات كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق انفجرات على هوادكو كنت معكم أنا ريم ومساية سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة